وزارة الموارد المائية أصدرت توضيحا بشأن أنباء فتح تركيا سدودها باتجاه العراق بعد الزلزالة وذكرت الوزارة إنها لم تؤشر لحد الآن أي زيادة ملحوظة في محطات القياس الرئيسة على نهري الدجلة والفرات يأتي هذا التوضيح بعدما تداولت العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباءا عن قيام تركيا بفتح سدودها إثر الهزات الأرضية التي حدثت في تركيا وسوريا وكإجراء احترازي من قبلهم النتيجة لما تداولت وبعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن معلومات تشير إلى قيام الجارة تركيا وكذلك السورية بفتح سدودها وإطلاق كميات من المياه على أثر الزلزال الذي أصاب مناطق في تركيا وكذلك في سوريا لا توجد أي إطلاقات نتيجة لتعرض السدود لآثار الزلزال من خلال تواصلنا مع هذه الجهات الرسمية أكدت على سلامة السدود في الجانب التركي وكذلك السوري أما من ناحية السدودنا فإحنا أعتقد جميع يعلم أنه هناك فراغ خزن كبير جدا في سدودنا وخصوصا الآن إحنا اليوم في سد الموصل وعلى استعداد حقيقة لاستقبال أي كميات من المياه ترد إلى هذه السدود وخزنها بشكل آمن ترجمة نانسي قنقر